في سبيل الحصول على الحماية وشكل جديد للحياة يختارون المغامرة بحياتهم يحاولون اجتياز مختلف الطرق المحفوفة بالمخاطر علهم يصلون الى دولة اللجوء يتعرضون للاعتقال في حدود الدول تارة وللاعتداء الجسدي تارة اخرى وقد يصل بهم الامر الى فقدان حياتهم غرقا في عرض البحر هكذا اصبح وضع اليمنيين المهاجرين والهاربين من لهيب الحرب ظروف قاسية يواجهها من يحاولون الخروج في رحلة لجوء لا تتوقف عند المخاطر التي يتعرضون لها قبل وصولهم الى البلدان المحددة بل تبدأ رحلة جديدة من المعاناة وهي طريقة التعامل التي يتلقونها بعد الوصول الى المحطات الاولية في جديد ملف اللاجئين طالبت منظمات الحقوقية السلطات المغربية بوقف تعنيف طالبي اللجوء اليمنيين ومحاسبة افراد الشرطة المتورطين في ذلك ونشرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان صورا لاثنين من طالبي اللجوء اليمنيين تظهر على اجسادهما اثار الضرب العنيف في احد مراكز الشرطة دول التحارف الرئيسية التي تخوض حربا في اليمن اقل الدول استضافة لليمنيين بحسب حقوقيين واكثرها تعصفا ورفضا لتواجدهم على اراضيها خصوصا بعد اقرارها اجراءات وتكاليف اضافية لليمنيين الراغبين بالدخول او المقيمين هناك لا يتوقف الامر عند حدود الدول العربية بل ان كوريا الجنوبية ادرجت اليمنين ضمن قائمة الممنوعين من دخول جزيرة جيجو السياحية دون تأشيرة دخول ما اثر سلبا على اعداد كبيرة من اللاجئين اليمنيين الموجودين حاليا على الجزيرة ماس كثيرة انتجتها الحرب على اليمنيين في الداخل والخارج وهي حرب جعلتهم في شتات البحث عن الحياة والعيش الكريم